معنا الاستاذ احمد من اليوبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام عادتكم بخير فريق عمل وحضرتك فضيلاتكم بمناسبة يتطلب حلوط شهر رمضان المبارك عارف اعرف استاذ احمد انا بفرح يعني اكتر حاجة بفرح فيها ان انت بتشكر فريق العمل خليني كمان انا مع حضاك كمان اشكر فريق العمل اللي بيشتغل معانا انه في الحياة بيتعابوا معانا وليس كافيا فوق رؤوسنا الله يرضى عن حضرتك الله يبرك فعلا اشتاروا الف مليون شكر وعاد الله هذه الايام على الامة الاسلامية والعربية والعالم اجمع بالخير واليمن والبركاته مع حضرتكم احمد عروج من غرب شبرا الخيمة اتفضل ايفانت شكرا جزيلا نظرة وليدي نظرا اذا نجح اخي في الليسانس سوف يصوم ما تبقى له من عمر كله كل يوم لتنين وخميس اه لا بحسبه كله كله طيب يا دكتور هو سنه قديه ده النظر ده كان وقتها في حدود 65 ولكنه ادركه الكبر هو مشاهد المسوم خالص وضعفت صحته ولم يستطيع ان يستكملوا هذا النظر يعمل ايه بقى اقولك يعمل ايه يا سيد احمد على طول الوقت حالا على طول الشخص اللي نظر نظر وعشان كده بنقول للناس بلاش حكاية النظر دي الناس الناس بيخلطوا ما بين حكتين ما بين النظر والصدق يا سيدي تصدق زي ما انت عايز بس ما تنظر لا تنظر لا تنظر ليه لان انك انت نظرت النظر هيتحول واجب عليك ولذلك انت لما تيجي ما تنظرش لكن ايه اللي حاصل خلي قلبك كده ان انت هتقول الحمد لله واتقول الشكر لله وعود نفسك ان انت يبقى عندك صدقات مش لازم تلزم نفسك انها هيبقى واجب عليك طب افرد هو نظر نظر وللأسف ما قدرش يوفيه يعمل ايه يطعم عشرة مساكين يعمل كفارة يمين يعمل كفارة ايه كفارة يمين كأنه حلف وما قدرش يعمل حلفانه ده فيعمل كفارة يمين وعشان كده يبقى ايه يبقى وكده خرج من هذا النظر انه بيقول لي ده سنه كبير ومش هيقدر يعمل الكلام ده نعم اشتركوا في القناة